الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية العمارة الافتراضية وحدود التصميم المستقبلية أثرت التطورات الرقمية الجديدة على معظم الصناعات التي نعرفها تقريبا ولكن بقيت العمارة دون تغيير يذكر محصولة بغالبيتها ضمن الأطر المادية إلى أن جاء الواقع الافتراضي ليغير الطريقة التي نتعامل بها مع الفراغات للأبد واقعنا يتألف من عدة تعابير مختلفة فلكل حضارة نموذجها الخاص بها بمكوناته وخصائصه المميزة ولكن انخراطنا ضمن مجتمع الوسائط المتعددة المعروف بأنه واقع هجين ومعقد حيث تستكمل التكوينات المادية بالخيالية مثل الأفلام وإلعاب الفيديو والآلانات والهيكليات الافتراضية إن التأثيرات الخاصة هي جزء من حياتنا في الوقت الراهن والواقع الافتراضي أحدها فهو ليس بعدا مستقلا منفصلا عن الواقع الحقيقي ولكنه بات جزءا منه ومن أجل العمل في هذا المجال الواسع كان من الضروري تعلم مهارات معمارية جديدة إضافة لتمكيننا من العمل على أجهزة العرض الجديدة مثل أوكولاس ريفت وغير في آر وغوغل كاربورد واتش تي سي فيب وهولولينز مع محركات إظهار عالمية مثل يونيتي أو يونيرين من أجل مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية في العالم نعيش في وقت اندمج فيه الواقعين الحقيقي والخيالي بدءا من منازلنا إلى شاشات التلفاز في عصر تجاوزت فيه التكنولوجيا حدود الإنترنت ليست أهمالا للواقع الحقيقي ولكن تم العمل لجعل المستخدم يعيش التجربة الكاملة في بعض الأماكن فعندما نرى طريقة تحويل بعض فراغاتنا المادية كالمكتبة إلى العالم الرقمي كالآيبوكس مثلا نلاحظ أنها تفقد العديد من الميزات مما يحتم حاجة العديد من الواجهات الرقمية إلى إثرائها بمنظور معماري من خلال فهم جديد للمقياس والنسب والضوء والمواد وتزامنها مع المجتمع هذا يمكن لتكنولوجيا الواقع الافتراضي VR أن تجعل تصفح الإنترنت أكثر من مجرد استعراضه على شاشة مسطحة إن المنصة التفاعلية الجديدة التي تمكنك من التنقل بشكل ثلاثي الأبعاد تطفي بعدا جديدا للتواصل بين البشر والمنتجات والشركات والمعلومات كما تفتح علما جديدا من الفرص مثل قوائم الطلب المهيئة في المكان بشكل ثلاثي الأبعاد وشبكات ثلاثية الأبعاد مع منظمات طبغرافية غير مكتشفة مكيفة إلى أوسع نطاق وحركة جسم الإنسان والقدرة الإدراكية للدماغ وفوق كل ذلك تجربة أكثر جاذبية وحسية وعاطفية للمستخدم أحد الدروس الرئيسية التي تعلمناها من العالم الرقمي هو فكرة عدم حاجتنا لامتلاك الأشياء بعد الآن لأسباب اقتصادية وبيئية أو لأنها فكرة مريحة ببساطة فيتفوق الوصول إلى الأشياء على امتلاكها هل يمكن للتجارب الافتراضية أن تجلب لنا فرحة حدث مهم ونحن مرتاحون في منازلنا؟ هل يمكننا تحويل فراغاتنا اليومية إلى أماكن مريحة؟ مع ماريو شركة ام آي فاي في تخطون الحدود التي رسمتها التقاليد منذ أكثر من عشر سنوات ولهذا السبب يعتقدون بأن الواقع الافتراضي هو الوسيلة المثلة لاستكشاف الاحتمالات التجربية للفراغات في طرق جديدة حيث أن عمارة الواقع الافتراضي هي وسيلة تسمح لنا بدفع إدراكنا للعمارة الحقيقية إلى أبعد حد وذلك لتخيل ما هو ممكن بصرف النظر عن قيود ومعوقات الفراغات الحقيقية نظرا لتحديات مهنة العمارة وأزمة الموارد الطبيعية التي لا يمكن إنكارها ونهضة الواقع الافتراضي حال الوقت للتخلص مما كنا قد تعلمناه وخلق فراغات جديدة لعصرنا حيث نارك مهندسين معماريين الفرصة في الواقع الافتراضي لخدمة المجتمع الموسع في العمارة الحقيقية تمكننا من إنشاء مأوى لعدد معين من الأشخاص ولكن مع العمارة الافتراضية نهدف إلى تصميم بيئات لمنظمات رقمية ممثلة بعدد لا نهائي من الأشخاص كما يعتني معماري UMI5 في فهم نوع الفراغات التي يهتم المجتمع في العيش بها والأغراض التي يمكن أن تقدمها هذه الفراغات من الاسترخاء أو التعلم أو الترفيه تنتظر بعض السياسات الجديدة الخاصة بالحياة المنزلية الفراغات القابلة للتنزيل التي تضم عمارة رقمية يمكن أن تشكل مجموعة من التراجعات عن الآراء الشخصية لتظهر فراغات تجمع جديدة مخصصة للنقاش أو سيناريوهات استثنائية مقدمة من قبل المستخدم يمكن فيها الاجتماع مع الأصدقاء في هذه الحالة منصات التلاقي مثل كونفرج وسكند لايف تعد مثيرة لإحاءات معمارية مهمة ما الذي يعنيه أن نحرر أنفسنا من الجاذبية؟ ما هي احتمالات الفراغات المتكررة المتأثرة ببيانات الاستخدام؟ ما هي فرص المهام التي تعتمد على الألعاب مثل التفاعل والانتقال بشكل افتراضي وفرط المعلومات من أجل تصميم الفراغ؟ الواقع الافتراضي يفتح أشكالا جديدة من العمارة حيث يتم تغيير نظرتنا وطريقة تعاملنا مع الأشياء فعلى سبيل المثال أن عرض التجربة الافتراضية التي ينبغي على متحف أن يستخدمها لإظهار قطاعه المؤرشفة وتأثر الزائر برحلة تقليدية لسلسلة من الفنادق كما في بيع العقارات الفخمة أو مشروع ضمن فراغ أو فيلم أو تجربة العلامة التجارية لشركة صناعة الأدوية مع كل منهم نحن نكتشف ليس فقط أشكالا معمارية جديدة للعالم الرقمي ولكن طرق جديدة لفهم الفراغ المادي إذ أن تطور التجارب الرقمية يتحرك من شاشات ثنائية الأبعاد إلى بيئات ثلاثية الأبعاد تضع الفرد في الوسط فنحن لا يمكننا أن ننكر أن المهندسين المعماريين لديهم الخبرة في ذلك فالعالم الرقمي يحتاج إلى معماريين بقدر حاجة المعماريين إلى العالم الرقمي الهندسة المعمارية في كامل إمكانياتها في الوقت الحاضر تمكننا من ابتكار عالم افتراضي جديد يمكنه تغيير قواعد العمارة التقليدية وترك الباب مفتوحا أمام خيال المعماري والمستخدم هذا ما يحاول المعماريون في مكتب MI5 وغيرهم تحقيقه فهل ترون هذا النوع من التجديد المعماري أمرا إيجابيا؟ وهل تحبذون فكرة تصميم المهندس المعماري لبناء وتنفيذه بشكل افتراضي حوضا عن تنفيذه على أرض الواقع؟ اشتركوا في القناة